أهلا بكم مجددا إذن كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة خلال مقابلة تلفزيونية حصرية لتلفزيون النهار ستبث مساء اليوم عن لقاء غير رسمي سيعقد الأسبوع المقبل بين دول منظمة الأوباك وروسيا في اسطنبول اجتماع الأوباك يأتي لإتمام مصار اتفاق الجزائر ببحث سبول تطبيق اتفاق تخفيدي الانتاج التفاصيل مع قيل حشاني تمت كثير مع الوزارة خارج الاجتماع هذا التقدير هذا ليخلوا لهم ضغط لكي يخذوا قارار في الجزائر في لقاء حصري خص به قناة النهار عاد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الحديث عن اجتماع الجزائر وتدعياته إلى الواجهة لتتداول أبرز الوكالات الدولية محتوى الحوار الخاصة بتسليطها الضوء على إمكانية أحداث توافق خلال اجتماع غير رسمي لدول الأوباك في اسطنبول المقرر هذا الأسبوع إلى جانب اجتماع فيين الشهر المقبل إن شاء الله يكون اجتماع غير رسمي ما بين مناظة الوباب وبعض بلدان خارج الوباب في الأسبوع المؤتمر التقدولي فيه اجتماع اللقاء كان مناسبا للحديث عن العوامل التي ساهمت في إنجاح لقاء الجزائر ليكون الثقل الجزائر الدبلوماسي والمكانة التي يحظى بها الرئيس بوتفليقة أبرز مفاتيح التوافق يقول لي ذلك الرئيس المنظمة مستحيل أن يخرج من الجزائر بلا قرار هذا يقول مستحيل وما دالت في باله هذا تقدير الفقامة الرئيس الجمهورية وتقدير الجزائر بوترفا لم يستثني الحديث عن مسار أسعار النفط ليؤكد أن رهان المرحلة المقبلة قائم على تجاوز الخمسين دولار للبرميل ندخلنا في طريق أخرى التي سنحفظها على الأسعار نشاهدين للأسعار هذه إن شاء الله يرفعوا أكثر من خمسين دولار والهدف لا ومو مكتوب الآن ممكن خمسة وخمسين دولار والهدف الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر